بسم الله الرحمن الرحيم يا سر تسجيلات الوحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعماله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الأربعاء الثاني من شهر رجب عام سبعة عشر وأربعمائة ألف أن ألتقي بإخواننا من الحرس الوطني في مسجد حطين وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مبارك أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه كما سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة في صلاة المغرب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أي قل لعبادي إن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الإسراف مجاوزة الحد ومجاوزة الحد في عبادة الله تدور على شيئي إما تفريط في واجب وإما انتهاك لمحرم هذا هو الإسراف فمن فرط فيما أوجب الله عليه فقد أصرف على نفسه وتجاوز حده لأن حده أن يكون عبدا لله ممتثلا لأمر الله قائما به على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل فإذا خاله ولم يمتثل كان مجاوزا لحده مصرفا على نفسه أما الثاني من جانب الإسراف فهو انتهاك المحرم أن يفعل الإنسان ما نهى الله عنه فإنه بذلك يكون مصرفا على نفسه مجاوزا لحده هؤلاء الذين أصرفوا على أنفسهم يقول الله تعالى لهم على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه لا تقنطوا من رحمة الله والقنوط أشد اليأس فهو يأس شديد بمعنى أن يستبعد الإنسان رحمة الله عز وجل لأنه ينظر إلى نفسه فإذا هو مسرف تارك للواجبات فاعل للمحرمات فحينئذ ييأس ويقنط ويقول لا سبيل إلى الهدى لا سبيل إلى رحمة الله لا سبيل إلى مغفرة الله لأنه ينظر إلى ذنوبه من جانب واحد وهو إصرافه على نفسه لكن المؤمن ينظر إلى ذنوبه من جانبي من جانب نفسه ومن جانب ربه عز وجل فإذا نظر الإنسان إلى ذنوبه خاف وخشي أن لا يوفق للتوبة وأن لا يوفق للهدى وإذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وأن رحمة الله واسعة وأنه أرأف بعباده من الأم بولدها هنائذ يرجو يرجو الله عز وجل ويقول إن الذي خلقني ورزقني وأعطاني سمعا وبصرا وأرسل إلي رسولا وبين لي الحق إنه لأرحم بي من أمي ولم يكن ذلك إلا من أجل رحمة الله فينشط ينشط على ذلك أي على طلب رحمة الله عز وجل ولهذا قال تعالى في الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك فما دون يغفره الله عز وجل فأنت لا ترقل إن الأمثلة كثيرة في قوم كانوا من أعداء لدين الإسلام وللتوحيد وكانوا من أولى الأولياء للشرك والتنديد ولكن الله هداه ما تقولون في الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر المخطاب رضي الله عنه لقد كان من أعداء الإسلام ثم هداه الله واجتباه وأصلح وأصلح به فلا تقنط من رحمة الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن هذه الآية مقيدة بنصوص الكتاب والسنة إذا نظرنا إلى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا قلنا إذن جميع الذنوب طريقها المغفرة فليفعل الإنسان ما شاء لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذه الآية إنما هي في التائبين انتبه يا أخ لا يغرنك الأمل لا يخدعنك لا تظن أن كل الذنوب تغفر بدون توبة إذا تبت إلى الله مهما كان ذنبه فإن الله تعالى يتوب عليك ويدخلك في رحمته أما بدون توبة لو أن الإنسان مات ولم يتوب من ذنبه فإن كان شركا وإن كان دون الشرك فإن كان حقا للآدمين المحترمين الذين تحرموا جماعهم وأموالهم وأعراضهم فإن الله تعالى لا يغفرهم بل لا بد من أن يقتص للمظلوم من الظالم وإن كانت بحق الله ومات الإنسان وهو لم يتوب لكن نادون الشرك فإنها داخلة تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشتف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنفى الله تعالى أن يغفر الشرك وبين أن ما دون الشرك يغفره عز وجل إذا شاء ولقد تهاون قول بمعاصيهم اتكالا على هذه الآية وقالوا إذا فعلوا معصية قالوا إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشتف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تجد ينهيه الأمل في أن الله يغفر ذنبه وإن لم يتب إذا كان دون الشرك ولكن نقول له من الذي يضمن لك أن ك داخل تحت مشيئة الله لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك وقيد هذا الحكم بقوله لمن يشاء فمن الذي يدريك أنك ممن شاء الله أن يغفر له ألا يمكن أن تقول ممن لم يشاء الله أن يغفر له إن هذا لم ممكن ولذلك نقول استمع إلى قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يعقلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون إذن هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها إن الله يغفر الذنوب جميعا نسأل الأخ قل قم يا هذا لجنب هذه الآية هل هي في التائبين أو في كل مذنب في التائبين بالاتفاق طيب بارك الله استعى إن الله يغفر الذنوب جميعا قلنا إنها في التائبين فالتائب من الذنب مهما كان ذنبه يتوب الله عليه ولكن قل لي ما هي شروط التوبة أيك في التوبة أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه لا لابد للتوبة من حدود معروفة وهي شروط التوبة شروط التوبة أولا الإخلاص لله عز وجل أن لا يحمل الإنسان على التوبة خوف المخلوق أو التزلف إليه أو المرآة عنده بل لا يحمله على التوبة إلا مخافة الله عز وجل لابد من هذا الشرق قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا بد من الإخلاص في التوبة هذا الشر الشر الثاني لا بد من الندم يندم الإنسان في نفسه ويتأسف ويقول في نفسه لا بلسانه ليتني لم أفعل يتمنى أنه لم يفعل ندما على ما فعل فلابد من أن يكون حزينا نادما على ما جرى منه من دم إما تقصر في واجب أو انتهاك لمحرم هذين الشرطان الشرط الثالث أن يقرع عن الذنب بالحال يعني أن يترك الذنب فإن كان الذنب ترك واجب فليأتي بالواجب وإن كان فعل محرم فليترك المحرم أرجو الانتباه لهذا الشرط أن يقرع عن الذنب في الحال فإن كان الذنب ترك واجب فليأتي به وإن كان فعل محرم فليقرع عنه وليترك أضرب مثلا للأول الذي هو ترك الواجب إنسان مثلا إنسان تهاون في قضاء رمضان عليه أيام من رمضان وتهاون بها وعزم على تركها فنقول له إذا كنت تائبا إلى الله فصمها وأتي بالواجب مثال آخر إنسان متهاون بصلاة الجماعة نقول إذا كنت تائبا حقا فأقم جماعة صل الجماعة إنسان مفرق في تربية أولاده قد أهملهم يربي ماله يربي ما شيته يربي خيله يربي كل ما يتعلق لأمور الدنيا لكنه قد أهمل أولاده الذين هم رعيته فيقول أنا تائب إذا كنت تائبا قم بالواجب ربي أولادك حتى تكون تائبا حقا وأعلم أيها الأخ أيها الأخ المسلم أنك راع لرأيتك نعم أنك راع على أهلك وليس الذي نصبك رئيسك في العمل ولا من فوق ولكن الذي نصبك راعيا من أجيب نعم رسول الله بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فالذي أقام كراعيا فيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا تكون هذه المسؤولية استمع إلى قول الله يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا فوجهنا الله تعالى كيف نرعى هذه الرعاية التي جعلها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقي أنفسنا وأهلينا النار وذلك بأن نحمل أنفسنا على فعل الواجب وترك المحرم وأن نحمل أهلينا على فعل الواجب وترك المحرم شروط التوبة التي ذكرنا الآن كم نعم كم يا أخوان ثلاثة الشرط نعم ومن من ذلك أي من شرط الإقلاع أنه إذا كان الذنب لآدم فلابد أن ترد عليه مظلمة رد عليه مظلمة ما جمت حيا يمكنك التخلص لأنك إذا لم تردها في الدنيا فسوف تردها في الآخرة ومن أين تأخذ في الآخرة تأخذ من أعز شيء عليك ألا وهو صالح أعمالك في الدنيا يمكن تتخلص بأداء الحق كاملا إلى صاحبه أو التحلل منه أو المصالحة عليه أو ما أشبه ذلك لكن في الآخرة والله لن تتخلص بجرهم ولا دينا وإنما تتخلص بصالح الأعمال ثم إن بقي من صالح أعمالك شيء وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرح عليك ثم طرحت في النار هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله حين أورد على أمته سؤالا بل أورد على أصحابه سؤالا قال من تعدون المفلس فيكم وأنا سألكم من تعدون المفلس الفقير الذي ليس عنده دراهم ولا دننيل هذا المفلس قال النبي صلى الله عليه وآله وآله ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وصدق رسول الله هذا والله هو إفلاس أما الدنيا فمهما فقدت منها ما دام عندك رصيد للآخرة فإنه ليس بالشيء ليس بالشيء هذا الذي فقد لأن الدنيا أصلها كلها إلى أي شيء تقول إلى أي شيء تقول الدنيا إلى أي شيء تقول إلى الزوال إلى الفناء كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل ما في الدنيا يزود ولبد لكن العمل الصالح لا يزود يكون مدخر لصاحبه ومن ذلك أي من حقوق العباد ما يتهاون به كثير من الناس في إضاعة الواجب في الوظيفة تجد الرجل في وظيفة موضة لكن يتهاون إما في الحضور فيتأخر وإما في الخروج فيتقدم وإما في الأداء فلا يؤدي العمل كما ينبغي تجد يتماوت عندما ترج عليه المعاملات يتهاون معه جريد يقرأها عنده صاحب يتحدث إليه يتهاون وهذا قد غر الشيطان فيه أناسا كثيرا كثيرا يقول المال مال الدولة المال مال الدولة وأنا واحد من الشعب ولكن هذا غلط هذا من الشيطان المال مال المسلمين عموما المال مال المسلمين عموما وإذا فردت في واجب وظيفتك فقد أخذت من مال بيت المسلمين وظلمت جميع الذين لهم حق في هذا المال ليس واحدا فقط بل كل من له حق في هذا المال ثم إن تفريطك في واجب الوظيفة إضاعة للأمانة للأمانة التي قر له عنها إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وقال عز وجل وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا احذر يا أخي احذر أن تضيع واجب الوظيفة ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في التحيل على أنظمة الدولة وهذا شاء كثيرا فيما يتعلق بصندوق تنمية العقارية يتقدم الرجل إلى الصندوق ليس عنده أرض لكن لأخيه أو صديقه أو جاره أرض يكتبها باسمه حتى يستحق من القرض والله والله يعلم أنه كاذب من الذي أحل لك هذا أليس يوجد في المسلمين من هو أحق منك أليس يوجد من له أرض ملك لكن تأخر الصرف إليه بسببك جنايا على أنظمة الدولة جنايا على من هو أحق منك بالإقراض لأنك حللت مكان هذا ذنب يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منك وإلا فإنه معرض نفسه للعقوبة ثم ما يدريك يا أخ قدمت بهذه الكيلة هل عندك علم بأنك ستعمره وتسكنه كم من إنسان عمر ولمسكن وكم من إنسان بدأ ولمتم فلماذا تضيع الأمانة وتعتدي على من هو حق منك في أمر لا تذين معاقبته فكر أخي في نفسه ارجع إلى نفسه هل الدنيا تخلت قال الله أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما جعلنا لبشر من قبل كالفر أفإن ميت فهم الخالدون الجواب لا إذا مات الرسول سيموتون والحساب عند من أجيب يا أخوان عند الله يوم القيامة الحساب عند الله يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ترتصين إنسان مفرق في حق زوجته لا يعطيها ما يجب لها من نفقه ولا يعاشرها بالمعروف وهذا حق لآدم لابد لصحة التوبة من أن تقوم بحقها وأن تتحلل منها فيما فردت من حقها ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلوات الله وسلامه عليه ما أحسن بيانه وما أوضح هدايته حث أولا ثم ذكر ما يقتضي التأسي به ثانيا قال في الأول خيركم خيركم لأهله هذا حث على أن نكون لأهلنا خيرا ثم ذكر ما يقتضي أن نتأسى به قال وأنا خيركم لأهله والعكس أيضا يقع تهمل الزوج تحق زوجها وتتهاون به ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تسبح إلى أن تسبح والملائكة تدع عليها باللعنة والعياذ بالله لأنها لم تقم بحق واجبها فتفكر يا أخي تفكر هل أنت تبت إلى الله توبة نصوحا تنفعك عند الله أو لا بقي شرط واحد بل بقي شرطان من شرط التوى ذكرنا كم لا يأخذ ذكرنا الإخلاص والندم والإقلاء الرابع أن يعزم على أن لا يعود يعزم بقلب عزيمة أكيدة جازمة أن لا يعود للدم فإن تاب وقلبه لي يقول متى سنحت إلى الفرصة فعلت هذا الدم فهذا لم يتوق لابد أن يعزم على أن لا يعود ونضرب لهذا مثلا شائعا عند الناس وهو في نظر بعضهم صغير الغيبة الغيبة من كبائر الذنوب فما هي الغيبة من يعرفها الغيبة يا أخوان ما هي من يعرفها منك فضل ذكرك أخاك بما يكره أحسنت أن تذكر أخاك بما يكره أن تذكره به من خلقة أو خلق أو دين إذا ذكرته بما يكره أن تذكره به فهذه الغيبة وهي من كبائر الذنوب وانظر ماذا شبهها الله به قال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا من يجيب على هذا السؤال نعم لا يحب ولهذا قال فكرهتموه وهذا أبلغ من أن نقول لا نحب ذلك بل نكره ذلك لو قدم لك أخوه ميتا هل يمكن أن تأكل منه الجواب لا إذن الرجل إذا اغتبته فكأنما أكلت لحمه ميتا لأنه ليس بحاضر حتى يدافع عن نفسه كالميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لو أن أحدا جعل ينهش ويأكله هي من كبائر الذنوب وما أكثرها في المجالس وإذا أردت أن تتوب منها فلابد أن تقلع عنها وتدعها وإذا شرع أحد في غيبة أحد قل له أسكت جزاك الله خير فإن فعل وسكت فهذا المطلوب وإلا وجب عليك أن تقوم من المجلس ولو كانت المجلس أبوك أو أخوك أو عم لا يجوز أن تجلس في مجلس غيبة وأنت قادر على المغادرة فإن فعلت فإنك مشارك لهم في الإذن ثم إذا اغتبت أخاه وتبت إلى الله لابد أن تستحل إذا كان قد علم بأنك اغتبت تذهب إلى وتقول يا فلان والله أنا اسمح لي حلل حلل أنا اغتبت وإذا حلل صار خيرا له ولك أما كونه خيرا له فلقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وأما كونه خيرا لك فلأنك برئت من الإثم لأن الغيبة من كبائل الذنوب ولا سيما إذا كانت الغيبة لولاة الأمور وانتبه لكلمة لولاة الأمور فمن ولاة الأمور ولاة الأمور صنفان من الناس الأول العلماء والثاني الأمور العلماء ولاة أمور الأمة يبلغونها شريعة الله يوضحون لها ما جهلوا من الشريعة يدعونها إلى الهدى فهم ولاة أمر ولذلك نجد العامة إذا أشكل عليه مسألة دينية إلى ما يرجعون أجب يا أخ إلى العلماء فهم ولاة الأمور يتولون أمور الأمة ببيان الشريعة والمل أما الأمراء فهم أيضا ولاة أمور لأنهم يتولون تطبيق أحكام الله في عباد الله يلزمون الناس بأن يمشر على دين الله ولهذا يتولون الحدود والتعزيرات وغير ذلك من مصالح الأمة أقول إذا كانت الغيبة لولاة الأمور من العلماء والأمراء صارت أشد إثما صارت أشد إثما لماذا لو أنك اقتبت رجلا من عامة الناس فالضرر على من الضرر على هذا المختار سينزل من أعيو الناس لكن إذا اقتبت عالما فليس الضرر على العالم وحده بل على العالم وعلى ما يحمله من شريعة الله لأن العلماء إذا خف ميزانهم في أعيو الناس وقلت قيمتهم لم يقبلوا منهم شيئا من شريعة الله فتكون أنت السبب في ضياع الشريعة التي يتفوه بها هؤلاء العلماء أما غيبة ولاة الأمور من الأمراء فلا شك أنها من أكبر الإخلال بالأمر لأن الناس إذا لم يكن في قلوبهم هيبة لأمرائهم فسيهون عليهم مخالفتهم ومنابدتهم وسيكرهون ما يسنونه من أنظمة المسلحة للمجتمع بل أمر القوم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمر أحدهم انتبئ ثلاثة في سفر استحابهم دائم ولا عارض أجيب يا أخوان قوم مسافرون استحابهم يعني يكون بعضهم صاحب لبعض دائم ولا عارض عارض سفر فقط مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أحدهم وأن لا يدعو هذا المجتمع الصغير العارض بدون أمير فما بالك بأمة هل يمكن أن تصلح الأمم بدون أمراء وكلمة أمير يا أخواني ليس معنى أن يلقب بأمير لا المراد بالأمير من له الإمرة والولاية والتدبير على كل حال أقول إن من إن من المعاصي الغيق فيجب التخلص منها فقل شرط خامس الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة يعني أن تكون التوبة قبل غلق أبواب التوبة وغلق أبواب التوبة قسمان غلق خاص وغلق عام فالغلق الخاص لكل إنسان بنفسه والعام لجميع الخلق الخلق الخاص الغلق الخاص حضور الأجل حضور الأجل إذا حضر الإنسان أجله فلن تقبل منه التوبة الدليل قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيم وليست التوبة للذين أعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين حجي يا أخي بالتوبة لا تدري متى يفجأك الموت ربما تخرج من بيتك على قدميك ماشيا وترجع إليه محمولا على النوش ربما تلبس ثيابك وتزر إزرارك ولا يحب هذا الإصرار إلا الغاسب وأنت على ناشيك أليس هذا أمر واقعا؟ إذا يجب أن نبادل بالتوبة قبل أن يغلق الباب إذا حضر الأجل لم تنفع التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولقد جرى ذلك تطبيقا فرعون الذي أسأل الله إليه موسى هل صدق موسى؟ أجب لا كذب وجرى بينه وبينهما ما تتلونه في اكتاب الله ولما أغرقه الله وأدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنت بأخذ كلمة هذه غريب آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لماذا لم يقل كما قال السحرة آمنت برب العالمين رب موسى وهارون ما قال هكذا قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل إشارة إلى ذله وعاره وخزيه أن بني إسرائيل أن بني إسرائيل الذين كان يقتلوا أبناءهم ويستحيي نساءهم ويدبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم أصبح الآن إيش أصبح الآن تابعا لهم أصبح الآن تابعا لهم وهذا من ذله في الجنية يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له قيل له آلآن يعني آلآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلم ينفعه إيمانه لماذا لماذا لم ينفعه إيمانه يا جماعة الله المستعان لماذا لم ينفعه الإيمان في هذه الحالة لأنه حضر آجله حضر آجله حضر ولا فائد إذا حضر الأجل من التوبة لا فائد من التوبة بعد حضور الأجل نسأل الله نمون علي وعليكم بالتوبة قبل حضر الأجل طيب ولكن قال الله تعالى فاليوم ننتيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ما قال ننتيك بروحك أو ننتي روحك من العذاب قال ننتيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية من الذي خلفه بني إسرائيل هم الذين ورثوا أرض ورثوا الزرور والنعمة والمقام الكريم هم بني إسرائيل لتكون لمن خلفك آية أي ليوقن بني إسرائيل أنهم أأنك هلكت لأنهم إذا رأوا جثتهم طافية على الماء أيقل أنه هلك وإنما أراد الله عز وجل ذلك لأن فرعون قد سامه سوء العذاب فسيكونوا شبحا أمام أعينهم سوف يقدرون لو لم يروا جثته بأنه نجأ وأنه سيضر عليهم وما أشف ذلك من التقديرات فأراد الله تعالى أن يريهم بدنه حتى يوقن بذلك فشروط التوبة إذن يا أخواني كم خمسة الأول الإخلاص فالضل أين عم العزم على الليعود والخامس أن تكون التوبة قبل إغلاق باب التوبة هذه خمسة أشياء خمسة شروط التوبة طيب لو أن إنسانا اعتدى على جاره وأخذ من أرضه لكنه لم يأخذ إلا شيئا سيرا فما التوبة من ذلك نعم الوراء طيب أن يعيدها إليه أو يصالحه على عوض أو يقدر ثمنها ويعطيه الثمن أو يسمح لا بد من هذا وإلا فليهيئ نفسه لهذا الوعيد الذي تسمعونه الآن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ذلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي شبرا من الأرض كيف من يقتطع أشبارا وأمتارا يطوق إياه يوم القيامة من سبع أراضي من سبع أراضي الأراضي سبع والإنسان إذا ملك بطعة من الأرض ملكها إلى الأرض السابعة فيوم القيامة يأتي بها يوم القيامة نعم فيوم القيامة يأتي بها مطوقا إياه احذر يا أخي أن تدخل على ملكك من ملك جارك ولو شبرا ولو دون الشبرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض قال العلماء أي من غير علاماتها الفاصلة بينه وبين جارها وبما لا تسمون هذه العلمات ماذا تسمون حدود حدود أو مراسيم مراسيم الأرض إذا غيرها الإنسان دخل في اللعن هو عياذ بالله على كل حال لعلنا كم أقام على كل حال نرجع إلى تفسير الآيات يقول عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الآية في من في من يجمع في التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من أسمائه جل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم فهو الغفور للذنوب الرحيم بالعباد قال الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة وقال تعالى ورحمتي وسأت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويعطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مقصوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال الذي كانت عليهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونه أنيبوا إليه أرجعوا إليه من معصيته إلى طاعته من الإشراك به إلى الإخلاص له من الابتداء في دينه إلى اتباع رسوله أنيبوا إلى الله لكل شيء وأسلموا له أي استسلموا وانقادوا لأحكامه وشرائعه واتلوئ أيها الأخو المسلم أتلو قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انتبه لهذه آيات العظيمة أقسم الله بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون إلا بهذه الشروط الشرط الأول حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يحكم القانون الفلاني ولا القانون الفلاني ولا النظام الفلاني ولا النظام الفلاني يحكم من من الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته يحتكمون إليه ويذهبون إليه ويحكم بينهم بعد مماته يحتكمون إلى شريعة إلى شريعة هذه واحد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وما أثقلها على النفوس لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضى الرسول بل تتوسع سجورهم له وتنشرح له ويتخذون ذلك غنيما الشرط الثالث الآية حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت والثالث ويسلموا تسليما بتأكيد يسلموا أن ينقادوا انقياجا تاما لا يتوانوا ولا يفرطون فحينئذ يحصل الإيمان وإلا انتفى من الإيمان في قدر من انتفى من هذه الأوصال وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تلصروا من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة أو هذا وهذا إن الله تعالى أطلق قال من قبل أن يأتيكم العذاب والعذاب إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الأرحلة أما عذاب الدنيا فأتلوا عليكم الآيات قال الله تعالى أتأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمين أسألكم يا إخوان إذا كانوا نائمين في قرشهم معناه تمام الأمن وتمام الرزق لأن الخائف لا ينام والجائع لا ينام فهنا يقول أن يأتيهم بأسنا بياتا كل ليل وهم نائمون لأنهم آمنون قد ملأوا بطونا أوأمناه القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون غافلون ليس لهم هم إلا اللعب واللعب هنا ليس أن يلعب الإنسان مثلا ألعاب رياضية أو ما أشف ذلك اللعب كل اشتغال في الدنيا وإعراض وإعراض عن الآخر الدليل على هذا قال الله تعالى إنما الحياة في الدنيا إيش إيش لعب ولهم فقوله وهم يلعبون لا يعني أنه اللعب المعروف اللعب الاشتغال في الدنيا عن الآخر أفأ من مكر الله وما أشد هذا مكر الله ما هو قال السلف رحمهم الله إذا رأيت إذا رأيت الله ينعم على عبده وهو مقيم على ماصيته فهذا مكر الله إذا يا أخواني يجب علينا أن لا نأمن مكر الله يجب علينا أن ننظر في أنفسنا الآن هل نحن نبي نائمين أو لا أجيب يا أخواني هل نحن نبيت نائمين ولا لا لا إله إلا الله نعم يا أخواني كل وحد منكم يأوي لفراشي نائما آمن طيب هل نحن يأتينا في النهار النهار ونحن مشتغلون في الدنيا ليس عندنا حرب وليس عندنا خوف الجواب نعم إذن إذا لم نرجع إلى الله فإن هذا يعني أننا أمنا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ولذلك نسأل الله تعالى أن يردنا إليه رد جميل المعاصي كثيرة والتهاون بالواجبات كثيرة والتهاون بتربية الأولاد كثير والتفريط في الأمر بمعروف أنه عن المنكر كثير فعلينا أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا ننيب إليه ونسلم له من قبل أن يأتينا العذاب بغته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حصة على ما فردت في جنب الله وإن كنتنا من الساخرين أو تقول لو أن الله هجان لكنت من المتقين أو تقول حين ترعى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كل هذه الأمان يقول الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين اللهم إنا أسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريغة من فرائدك أن ترزقنا التوبة النصوحة إليك والإنابة إليك والإسلام لأمرك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه وأصلي وأسلم على خير أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد أيها الإخوة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بالحضور وشيخنا أهلا بمن بالعلم جاء يبشر أيها الإخوة نستأذن الشيخ حفظه الله بعد أن نقول له طبك وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاء أن نعرض عليه بعض الأسئلة فهذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سؤالي بأن رجل له مزرعة وفي طرف المزرعة مقبرة وهذا الرجل قام بحرق بعض الأعشاب والنار قد انتدت حتى وصلت إلى المقبرة فهل على المذكور شيء في ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا الحمد لله يجوز للإنسان أن نحرق الأعشاب الباقية بأرض تنقية للزرع المستقبل حتى لو فرد أنه هلك بذلك شيء من حشرات أو من الطيور فإنه لا إثم عليه كذلك لأنه لم يقصد إحراق هذه الحشرات ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق نخل بن النظير في المدينة ومروفا أن النخل قد يكون فيها أفراق الطيور أو الحشرات أو ما أشفدات وهنا قاعدة شرعية فقهية وهي أنه يفرق بين ما يثبت تبعا وما يثبت استقلالا قد يثبت في التبع ما لا يثبت بالاستقلال إذن تحريق الأرض بعد حصادها لا بأس بي أما كون النار تسري إلى هذه القبور فالذي ينبغي للإنسان أن يجعل حاجدا يحجز النار عن الوصول إلى هذه القبور والإنسان والإنسان يستطيع أن يضع حواجز إما شيئا من الرمل أو من الماء أو ما أشفدات حتى لا تتعدى النار إلى هذه القبور هذا السائل يقول يوجد لدينا مسجد في القرية مؤقت وجاء فاعل خير وجاء فاعل خير وبنى بجواره مسجد مسلح وبقي المسجد الأول فهل يجوز أن نغطي هذا المسجد استخدامه الغرفة أو تأجيره وقف للمسجد أم نهدمه أفيدونا أفادكم الله أولا إذا كان المسجد مؤقت قد وقف أصاحبه ليصلي فيه الناس فإنه لا يجوز أن يبنى إلى جانبه مسجد آخر وإنما يهدم المسجد الأول ويبنى على الأرض نفسه لأن صاحب الوقف الأول لو حق فهو السابع إلى إيجاد البناء إلى إيجاد المسجد هنا ولا يجوز العدوان عليه لكن لو فرض أن المسجد الأول صار في جانب الحي وصار يشط على من كان في الجانب الآخر أن يحضر إلى هذا المسجد وأراد الجماعة أن يجعل مسجدا في وسط الحي ليكون سهلا على جميع الحي فإن المسجد الأول إذا ألغي لم يكن له الحكم المسجد لكن مع ذلك أنا أرشد السائل إلى أن يتصل بالمسؤولين عن المساجد في وزارة الأوقاف حتى يكون الأمر جليا واضح هذا السائل يقول لمعاملة في أحد الدوائر الحكومية وهي حق من حقوقي فطلب مني شخص مبلغ حتى يخرج لي هذه المعاملة فما حكم هذا المبلغ أفتونا مأجورين إذا كان هذا المبلغ أجرفا له على إخراج حقه فلا بأس وأما إذا كان رشوة يرشي بها المسؤولين عن هذا الحق فإنه حرام على الدافع والمتفع إليه إلا أن أنه إذا كان لن استخراج الحق التابع إلا بإعطاء مال فقد ذكر العلم رحمهم الله أنه لا بأس باستنقاذ حقه بمال ويكون الإثم على الآخر لا على الدافع وهنا أقول قد يحصل عدوان على الناس بهذا العمل يوجد مثلا بعض الموظفين لا يحصل له وظيفة في ملغه يوظف مدرسا في مكان بعيد فيعطي رشوة إلى أن يحصل له التدريس في البلد فهذا حرام على كل حال لماذا؟ يعني قد يكون من هو أقدم منه وحق في أن يدرس في البلد فيحول هذا الرجل بين صاحب الحق وبين حقه وهذا حرام عدوان وهذه المثلة الأشخة أنها مسألة شائكة ونأسف أن يكون يقع في هذا الشعب المسلم مثل هذا الأمر المنكر أن الإنسان لا يمكن أن يتوصل إلى حقه إلا برشوة هذا السائل يقول ما حكم بيع تأسيرات العمل على العمال ما أفهم السؤال لم تشهز الفيئة في قدوم العمال إلا لمسلحتنا نحن لأن كثرة العمال بلا عمل ضرر ضرر على العمال فإذا كان الإنسان محتاجا إلى عمال وأخذ فيزة عمال من الجهات المسؤولة فإنه لا يحل له أن يبيعه على أي إنسان بل يقع إن كانت حاجتك باقية فاستجرب العمال بهذه الفيئة وإن كنت مستغنيا واجب عليك أن ترد الفيئة إلى الجهات المسؤولة أما أن تبيعها على العمال أغلى غير العمال فهذا لا يجب لأن هذا خجاع للدولة من جهة ثم إنه أيضا يحصل فيه مفاسم لكثرة من العمال الذين يأخون باسم العمل ويبقون عاطين وشر من ذلك أيضا أن بعض الناس يستجرب عمالا كثيرا ثم يكتبع معه على أن نعقوه كل شهر كدو وكل وهو غير مسؤول عنه أن صلاحي ونسكي ومحيا وممابعه من استخدمه ويحصل بذلك الشر وظلم وما أكثر العمال الذين يتظلمون من مثل هذا العمل يقول السائل ظاهرا منتشرة عندنا كثيرا وهي الحلف في الطلاق وأحيانا لا يفي الحال في حلفه فهل يكون ذلك طلاقا وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك نصيحة لمن يفعل ذلك أن يحلف الطلاق مثل أن يقول علي الطلاق أن لا أفعل أو علي الطلاق أن أفعل أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق أقول لكم أيها الأخوة نصيحة لله هذا الحلف غير مشروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ثم أقول لكم ثانيا اعلموا أن المداهب الأربع مذهب الإمام مالي ومذهب الإمام الشافر ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام أحمد حنيفة أن هذا ليس يمين أن هذا ليس بيمين وإنما هو شرط متى وجد المشروط متى وجد الشرط ثبت المشروط يعني مثلا إنسان قال لزوجتي إن خرجت إلى أهلك اليوم فأمشي طالق فخرجت المداهب الأربع كلها تقول إن الزوجة تطلق تطلق حتى لو قصد منعه ولا قصد طلاق يقول تطلق فيه قول لابن تيمير رحمه الله الشيخ الإسلام على أنه إن قصد الطلاق طلقت وإن قصد اليمين والمنع لم تطلق لكن عليك كفارة يمين فانظر الآن الأئمة وجمهور الأمة على أن هذه الزوجة تطلق فالمسألة ليس بالهيئة لا تظن أنها سهلة أن تأتي إلى شيخ المشارك وتقول أنا قلت كذا وقالت كفر كفارة يمين وهذا القول أعني بأنه مكفر إذا قصد اليمين قول حدث الإفتاء به أخيرا وإلا فكان المشاعر القدامى لا يفتون إلا بما عليه الأئمة الأربع أنه صلاق لكل حال قلت لكم هذا لألا تتهاونوا بالأمر ليس الأمر بالسهل ولنفرض مثلا إن هذا الرجل قد طلق زوجته مرتين قبل هذا ثم قال إن خلجت إلى أهلك اليوم فأنت طالق فخرجت الآن على مذهب إلى أمث الأربع ماذا تكون المرأة ليس طالقا فقط تكون تائم بينونك كبرى لا تحل له إلا بعد زوج لا تحل له إلا بعد زوج وعلى رأي من يجعلها ليمينا إذا قصد المنع دون الطلاق يكفل عن يمينا وتحل له مرأة فالآن إذا استمتع الرجل بهذه المرأة فاستمتعوا بها على مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة الإسلامية من العلماء وطلبة العلم أن استمتعه بها حرام عليه يطع فرجا لا يحل له وعلى رأي الشيخ السلام والذين اتبعوه يقولون إذا كان قصده منعها دون طلاقها يكفل كبارة يمين وتحل له فهل الإنسان تطيب نفسه أن يجانع امرأة قال جمهور الأمة وجميع الأئمة إنها حرم عليك لا تطيب النفس حتى ولأ تابعي شيخ السلام من ثمية أو غيره ما تطيب النفس وتنقات تماما فالمسألة منه هي أنا أقول هكذا وإن كنت أميل إلى رأي شيخ السلام في هذه المسألة لكني أخبرتكم بذلك حتى لا تتهاونوا بالأمر ولا تظنوا أنه زبطة يلحثوا للإنسان يمشي الأمر خطير لذلك يجب أن يحسب الإنسان ألف حساب لهذه الكلمة أي لقوله أنت طالق إن فعز كذا أو إن فعز كذا فأنت طالق أو علي الطلاق الأفعال كذا أو علي الطلاق الأفعال كذا كثير من الناس الآن يقول هذا الطلاق في أجفه الأشياء يأتيه الضيك ويقول له الضيك رعفة بحال المضييف يقول لا تذبحني لبيعه فيقول المضييف علي الطلاق لا أذبح لبيعه ويقول الضيك علي الطلاق ما أكله كيف تلاعب تلاعب والطلاق ليس بالأمر الهيئي فروج تستحلها وهي لا تحل لك عند أكثر العلمة كيف تضيب نفسك لهذا أحذركم من هذه الكلمة امحوها من أسنتك ومن كان حارفاً فليحرف بمن بالله عز وجل أو يسلت كما قال نبي عليه الصلاة والسلام نعم هذا السائر يقول رجل يسكن في بادية أحد الدول الإسلامية خارج هذه البلاد وقد تزوج في شهر رمضان وأفطر ثلاثة أيام شهر رمضان يجامع فيها زوجته خلال هذه الأيام الثلاثة جهلاً منه وأنه يظن أن قضاء الأيام يكفي وأنه مخير بين الإمساك وبين الفطر لعذر الزواج لانتشار الجهل في تلك البلاد فما حكم ذلك أفيدون أفادكم الله هنا مسألة يا أخواني يفرق بين جهل الإنسان بالحكم وبين جهل الإنسان بما يترتب على الحكم وأرجل انتباه الجاهل بالحكم لا شيء عليه والجاهل بما يترتب على الحكم عليه ما يترتب على هذا ولو كان جاهل هذا الرجل الذي يقعوا زوجته في نهار رمضان وهو في بلده ليس مسافراً نقول هل أنت تظن أن الجماع حلال أو أنت تظن أن الجماع حرام لكن تظن أنه ليس عليك إلا القضاء إن كان الأول يعني يظن أن الجماع ليس حراماً وأن المحرم هو الأكل والسرب فهذا لا شيء عليه لا قضاء ولا كفار لأنه جاهل وإن كان يقول أنا أدري أنه حرام لكن ما علم ما ظننت أن عليه الكفار ظننت أن عليه القضاء فقط كما يدل عليه ظاهر السؤال فهذا عليه القضاء وعليه الكفار والفرق ظاهر الفرق بين جهل الحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت وأهلكت قال من الذي أهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم والرسل لا يدري ياركم الحرام لكن ما يدري ما يترتب عليه فذكر له الرسول الكفار ذكر له هل يجد رقبه قال لا قال هل تستطيع سيام شر المتتبعين قال لا قال أطعم ستين مسكين قال ما عندك وجلس الرجل وإذا بتمر يؤتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به يعني أطعم ستين مسكين قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من الرجل طمع قال ما عندي شيء ثم لما جاء التمر وأمر الرسول أن يكفر به قال ما عندي شيء ما بين لابتيها لابتي من لابتي إيش المدينة يعني ما في المدينة بيت أفقر منها البيت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره هنا كان لابتي مدى عليه فأقول الأخ سائل هذا إن عليك أن تصوم أن تكأتك أن تكأتك ثلاث ثلاث رقاب فإن لم تجد فصوم ستة شهور كل شهرين متتابعين عن يوم وهو يقول نوتاب تيام كل شهر كل يوم عليه سيام شهر المتتابعين نعم لا هو ما جاهل الحكم هو جاهل ماذا يترتب عليه وقل قلنا قبل قليل أنه إذا كان جاهل بالحكم يظن أن الأجماع لا بأس به بهذا لا شيء على كل حال الاحتياط أن نكفر الاحتياط أن نكفر هذا الساء ليقول كنت أصلي في غير اتجاه القبلة وبعدها عرفت الاتجاه فما حكم ذلك أفيدون يفادكم الله إذا كان الإنسان مفرطا فعليه أن يعيد الصلاة كما لو كانت البلد واستأجر بيتا ولم يسأل عن قبلته فهذا يعيد الصلاة أما إذا كانت البر وليس عنده أدلة واجتهد وظن أن القبلة نحو هذا وصل إليه ثم تبين له أنه ليس إلى القبلة فهذا لا شيء عليه بقول الله تعالى ولله المشهر والمارف فأينما تولوا فدموا جرى إن الله أسمع تعالى تقول تقام بعض المحاضرات في الجامعة أثناء وقت صلاة الظهر وصلاة العصر هل يأثن من يؤخر وقت هاتين الصلاتين الذي أرى أن تكون المحاضرات محاضرة فاستغرقوا وقت طويل قبل الصلاة هذا لا شك أنه قد يعني قد يؤذي الناس والنبي عليه الصلاة والسلام غضب من فعل معاذج الجبل رضي الله عنه حين أطال القراءة في الصلاة وقال أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه من ورائه الضعيف والكبير وذى الحاج أما إذا كانت المحاضرة بعد الصلاة فلا يرد هذا السؤال ولا أشكال فيه هذا السائل يقول دخل المسجد اثنان والإمام في التشاهد الأخير فدخل أحد المصلين أدخل أحد لدخل المسجد مع الإمام والآخر وقف وانتظر حتى سلم الإمام وصلى مع جماعة أخرى فما هو الصحيح والأفضل في ذلك إذا كانت الجماعة الأخرى يعني معروفة يعني ناس للحماء يعرف أنهم ساعتون فالأفضل أن ينتظرهم وأما إذا كان يقول ربما سأتي جماعة فالأفضل أن يدخل مع الإمام ولو في التشهد الأخير تقول كنت في المستشفى وكنت في العناية المركزة أربعة أيام ولا مصل الصلوات بوضوء وثلاثة أيام لم أصلها فما الحكم في ذلك أفادكم الله أما الصلوات التي تركها فإن كان مغمن عليه وليس معه وعي فلا قضاء عليه وعما الصلاة الأخرى التي يستطيعها بغير وضوء فإذا كان لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع إلا التأمم فصلاة صحيحة وإن كان يستطيع الوضوء لكن تهاوا فعليه أن يعيد الصلاة تقول أفتون في مدى صحة صلاة الشخص المنفرد خلف الصف وماذا يفعل إذا لم يجد من يصلي معه وما مدى صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان لعذر فلا بأس وإن لم يكن عذر فصلاته باطلة عليه أن يعيده بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ورأى رجلا يصلي وحده فأمره أن يعيد الصلاة أما إذا كان لعذر مثل أن يأتي والصف قد تم فلنصلي خلف الصف ولا منفرد ولا قضاء عليه صلاة صحيحة لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإن قال قائل لماذا لم يجلب أحد المصلين نقول لا يجوز أن يجلبهم لأنه إذا جذبهم حصل بذلك مفاسل منها أنه اعتدى على الرجل الذي جذبه حيث نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفرور ثانيا أنه شوش عليه صلاة ثالثا أنه فتح فرجة في الصف رابعا أنه أدى إلى أن يتحرك الصف كلهم لصد هذه الفرجة فنقول لا لا تجذب أحدا فإن قال قائل لماذا لم يتقدم إلى الإمام قلنا لا يتقدم إلى الإمام لأنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف مع الإمام خالف السنة إذ أن السنة في الإمام أن ينفرج وحده في مكان ليكون إماما حقيقة ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام وكانت الصفو متعددة لازم أن يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ثم إذا قد لأنه ليس فيه إلا صف واحد وتخطاه إلى أن يقف مع الإمام ثم جاء آخر بعد ذلك وتخطاهم إلى أن يقف مع الإمام ثم ثاني وثالث بقي الإمام صفا كاملا أو قريب الكمال وبقي من خلف الصف الذي كان أولا ليس فيه أحد مع أنه لو صف وحده ثم جاء آخر وصف معه ثم جاء ثالث وصف معه صاروا صفا ثانيا أما إذا صل وحده نعم إذا قال قائد إذا كان إذا كنتم تقولون لا يجلب أحدا ولا يقف مع الإمام لماذا لا تقولون ينصرف ولا يصل مع الجماعة قلنا لا لا نقول بهذا لأن صلاته منفردا خلف الصف مع الجماعة خير من صلاته منفردا عن الجماعة وعن الصف وهذا الذي قلته هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله وشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو قول وسط بين قولي لأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاث تقوال منهم من قال صلاة المنفرد خلف الصد صحيحة ولو لم يتم الصد وهذا مذهب الأمة الثلاث مالك والشافي وأبي حنيفة ولوايا عن الإمام أحمد ومنهم من قال لا تصف صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان الصف تاما وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه والقول الوسط أن من صلى منفردا خلف الصف بلا عذر فصلاته باطلة وإن كان له عذر فصلاته صحيحة وهذا أعدل الأقوال وأوسطها وأجمعها للأدل يقول ما حكم من أدرك ركعة من صلاة العشاء وتذكر أنه لم يصل للمغرب نعم يستمر في صلاة العشاء ويكملها ثم بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب يقول صليت في مسجد في خارج المملكة وهذا المسجد في ساحته وسرحة المسجد يوجد فيه قبر هل يجل الصلاة فيه حتى ولو كان في الخارج والقبر قديم قبل المسجد أفيدون أفادكم الله إذا كنت لم تعلم بهذا القبر إلا بعد أن ينتهد الصلاة فصلاة فصريحة وإن كنت تعلم أن هذا القبر أن في المسجد قبرا سابقا على المسجد فإنه لا يحل لك أن تصلي في هذا المسجد وهذا المسجد يجب أن يهدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لكن قد لا يتسنى هدمه في هذا البلد الذي ذكره السائل وحينئذ يعتزل الإنسان الصلاة في هذا المسجد ويصلي في بيتي وحده ولا يصلي في هذا المسجد الذي فيه القبر الذي كان سابقا على المسجد أما لو كان القبر متأخرا وكان المسجد قد بني أولا ثم دفن في الميت فإن الواجب نفسه الميس ودفنه في المقابل فإن لم يمكن كما هو الواقع في البلاد الأخرى فينظر إن كان القبر خلف المصلين فلا بعث أن يصلي في المسجد وإن كان على اليمين والشمال فكذلك وإن كان في القبلة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور يقول هل ورد فضل في الروضة أقصد روضة في المسجد ليس في المسجد النبوي إنما المساجد الأخرى أم الفضل يكون للصف الأول فقط أفيدونا أفيدكم الله كلمة الروضة في غير المسجد النبوي لا أصل لها إطلاق إنما هي كلمة عامية ليس لها وزن وليس لها قيم والصف الأول أفضل من غيره حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهموا يعني لو لم يجدوا إلا القرعة يقتروا عليه وكلما جنى من الإمام فهو أفضل وعلى هذا فلو جلس إنسان في طرف الصف الأول مع وجود مكان له أقرب يكون قد حرم نفسه خيرا ولو جلس في الثاني وثارث الأول لكان أيضا حرم نفسه خيرا فكل ما قرب من الإمام فهو أفضل وكل ما تقدم من الصفوف فهو أفضل ولسيما الصف الأول الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم ما فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهم هذا السأل يقول إنسان نذر أن يفعل طاعة كبناء مسجد ولكنه لا يملك مالا حتى يبني هذا المسجد فماذا عليه هل يسقط عنه النذر تبقى الكفارة أو أنه يبقى عليه حتى يتوفر له المال أفيدون أفادكم الله بل يبقى عليه حتى يتوفر له المال إذا نذر أن يبني مسجدا ولم يكن عندهما يقيم مسجد انتظر حتى ليسر الله عليه وإنه بمناسبة هذا السؤال أقول لكم أيها الأخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير ونهى عنه أيضا وقال إنه لا يرب قضاء انتبهوا لهذا فنهى عنه والنهي عند بعض العلماء يقول للتحريب يعني بعض العلماء يقول إن النذر حرام لكن أكثر العلماء يقولون إنه مكرؤه وليس حراما ولكن الرسول بيّن أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير يعني أن البخير يشخ بالمال ثم يقول لله علي نذر أنا تصدق فيستخرج المال منه بالنذر وقال أيضا إنه لا يرد قضاء لأن بعض الناس إذا أيت من مريضه قال إن شف الله مريضي لأصوم أنك لا وكذا من يوم وبعض من شهر أيضا أو إن ولد لولد فلله علي نذر أن أصوم أو أن أتصدق أو ما أشفج يقول يا أخي النذر لا يرد قضاء إذا كان الله قد قضى أن يموت هذا المريض فإنه لي ينفعك النذر وإذا قضى الله أن لا يولد لك فإنه لا ينفعك النذر وإذا كان له قد قضى أن يشف هذا المريض شفاه بلا نذرك وإذا قضى أن يولد لك ولد لك بلا نذر لذلك احذروا أنتم من النذر وحذروا الناس أيضا واعلم أنك إذا نذرت الله على شيء ثم حصل ذلك الشيء والنذر نذر طاعة واجب عليك أن تفيا به فإن لم تفعل فتهيأ لهذا العقاب العظيم استمع إليه ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالح هذا نذر إن آتاهم الله من فضله يعني أغناهم التزموا بشيئين ما هما الصدقة والصلاح فلما آتاهم من فضله بخلوهم ولم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يصلحوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه نفاق إلى أن يموت بما أخلف الله ما وعدوه وبما كان نتربوه كثير من الناس الآن ينذر نذرا ثقيلة وإذا حصل له مطلوبه ماطل ولم يصلحوا وذهب إلى عتبة كل عالم يتمنى الخلاص ولا يخصونه فحذروا أيها الأخوة حذروا غيركم من النذر وقولوا له إن كان الله أراد أراد الشبال مريض سيشدى بلا نذر إن كان الله أراد أن يولد سيولد لك بلا نذر إن كان الله أراد أن يسهل لك الزوال سيسهلوا بلا نذر إن كان الله أراد لك النجاح أيها الطالب فستنجح بلا نذر وإن كان العمل بخلاف ذلك فلن ينفع بهنك ومع ختام هذا الشريف تقبلوا تحيات تسجيلات الواحة الإسلامية الرياض حي الربوة صندوق بريد رقم ستة وخمسين وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا الرمز البريدي أحد عشر ألف وستمائة واثنان وسبعون أهاتف رقم أربع تسعة ثلاثة اثنين ثمانية أربعة تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة